اشتركوا في القناة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقرة كما ناقش المجلس مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم 58 لسنة 2021 وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية المرافق للمرسوم رقم 40 لسنة 2021 وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر بعدها وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة أبرزها بشأن وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية التي تتبع مركز الاتصال الوطني وإنشاء مركز حكومي متخصص في طب وجراحة الأسنان وإنشاء شركة لاستزراع الربيان بالشراكة بين القطاع العام والخاص وتكون نسبة من أسهمها لحامل رخص صيد الربيان وقرر المجلس إحالة الاقتراحات برغبة إلى الحكومة المواقرة جوابت على سؤال خاص بموضوع التربية الأسرية وأشرت فيه إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهجها الدراسية واستحداث كثير من التطويرات والتعديلات على مادة التربية الأسرية بحيث توسع في مهارات الحياتية مثل ريادة الأعمال وغيرها وأن الوزارة تعمل على إحلال المعلم البحريني كلما توفر ذلك ووفقاً لمكانيات المتاحة ثم أيضاً جواب فيما يتعلق بالمكافأة التي تصرف للمعلمين وقد بيّنت أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بالمعلم الذي يشكل دعامة أساسية بهذا الوطن الكريم فقومنا بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية مشكوراً بإدخال تعديلات كبيرة قللنا الفترة الترقي من درجة إلى درجة واشترطنا أيضاً عدد معين من ساعات التمهن والمعلم المتميز والذي تكون تقاريره طيبة ونتائجه مشهودة بها من خلال ارتفاع مستوى الطلبة هؤلاء الأخوة سيكون لهم أيضاً اختصار في هذه المدة المطلوبة للترقي كما أيضاً جوابت على سؤال آخر وهو الخاص بموضوع قبول الطلبة لمواليد شهر سبتمبر أشرت بأن قانون التعليم الذي صدر من السلطة التشريعية حدد إلى شهر أغسطس نحن في هذه السنوات في فقت الجائحة راعت الوزارة ذلك بحيث يستطيع الطالب أن يتقدم إن شاء الله مع بداية العام الدراسي وإذا كان يملك بعض المهارات يستطيع أن ينتقل إلى الصف الثاني بالنسبة لسؤال اليوم الذي قدمناه سعادة وزيرة التربية والتعليم المتعلقة بالتربية الأسرية أتوقع أن سعادة وزيرة التربية والتعليم سينظر في هذا الأمر بعين الاعتبار وليكون هذا الجانب الأسري جانب مهم وبسيط وسهل فلا داعي من دخول الأجانب إلى هذا المجال والمواطن البحريني أولى به بما أوصى به سيدي جلالة الملك واسمه ريس الوزراء أن البحريني أولاً في كل شيء وإن شاء الله الوزير نتأمل منه خير ويوظف ما يمكن توظيفه في هاي المجال والمجالات الثانية المواطن البحريني يستحقها طبعاً اليوم رفع إلى المجلس المرسوم بقانون بشأن جامعة البحرين وهذه طبعاً سيحدث ناقلة في نظام جامعة البحرين من أجل منح صلاحيات أوسع للعمل بحرية أكثر مثل هذه المراسيم طبعاً نقف مع التصويت لها لأنه في النهاية بتخدم التوجه اللي الآن الجامعة ما شيء عليه من أجل تطوير التعليم ومنظومة التعليم في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر